ليلة ساخنة شهدتها مدينة نابلس بالأمس شمال الضفة الغربية مع اقتحام نحو ألف مستوطن لقبر يوسف لأداء صلوات تلمودية بحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي مواجهات وحقيقة على ما رصدنا في التقطية لم يكن المشهد يختلف عما يحدث في مدينة جنين اشتباكات مسلحة في أكثر من محور مع جيش الاحتلال الاسرائيلي وكذلك أيضا مواجهات عنيفة في عدة نقاط بالقرب من مخيم بلاطة وكذلك أيضا مخيم عسكر شرق مدينة نابلس أسفرت عن ارتقاء شهيد وهو غيث رفيق يامين 16 عاما طالب الصف العاشر في واحدة من مدارس المدينة حيث نعت قبل قليل وزارة التربية والتعليم الشهيد وكذلك أيضا مطالبة بمعاقبة الاحتلال الاسرائيلي بالإضافة إلى إصابة نحو 95 فلسطينيا من بينهم 19 إصابة بالرصاص المطاطي و67 إصابة بالاختناق بالإضافة إلى استهداف التواقم الطبية أثناء محاولة تقديم العلاج لسيدة فلسطينية حامل ينضم إلي في هذه اللحظات أمين سر حركة فتح في مدينة نابلس سيد محمد حمدان تصعيد إسرائيلي ومواجهات شرسة ليلة ساخنة شهدتها مدينة نابلس على ماذا يؤكد المشهد الذي رصدناه بالأمس في مدينة نابلس بهذا العنفوان الثائر للشباب الفلسطين أولا دعني أترحم على روح الشهيد غيث يامين ابن 16 عاما ودعني أؤكد أن نابلس كانت على الدوام عاصمة المقاومة الفلسطينية وكانت على الدوام أيضا تنتصر للكدس وجينين وكل مدن الضفة الغربية أؤكد لك بأن المستوطنين انتقلوا من العمل الفردي إلى العمل الجماعي الممنهج والمبرمج والذي يغطى ويدعم من جيش الدفاع الإسرائيلي ليس غريبا على نابلس نابلس كانت دائما تتسيد الموقف المقاوم لذلك هبت كل جماهير محافظة نابلس للدفاع عن أهلنا وممتلكاتنا وكان أكثر من مئة إصابة لذلك نؤكد بأن نابلس شأنها شأن القدس وشأن جينين وأن الميدان سيتسيد كل الردود المطلوبة وأننا لن نعدم الوسيلة في الرد على جرائم المحتلين وإرهابهم ما الذي يريده المستوطنون من الاقتحامات المتكررة لقبر يوسف؟ بالتأكيد فرض أمر واقع بأن هذه المنطقة منطقة دينية إسرائيلية وهذا بالتأكيد معروف لدى الجميع هذه منطقة آثار وتراث فلسطينية نحن عممنا على كل أبناء شعبنا في محافظة نابلس باسم حركة فتح وفصائل العمل الوطني التصدي دائما وعلى الدوام لكل هذه المحاولات لن يكون هناك أمر واقع الأمر الواقع الوحيد أن هذه الأرض فلسطينية وأنها لا تتسع إلا لهوية واحدة وهي هوية الفلسطينيين